في مهب الريح أو بين ألسنة اللهب تطايرت أوراق الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق تلك الانتخابات التي قيل عنها إنها عتبة التغيير أصبح المتنافسون فيها على حافة منحدر جديد بعد إحراق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد وسط حالة من الفوضى والتسليم للفوضى تدرجت أزمة الانتخابات من اتهامات بالتزوير إلى إقالة مجلس المفوضين ثم تلويح بالحرب الأهلية ووصولا إلى حريق رصافة الذي يتجاوز في مدلولاته الحالة التنافسية بين الأحزاب إلى مدلول أكبر قوامه الدم والنار إما أنا أو يحترق كل شيء وهو مدلول كشف من جهة أخرى الصورة الحقيقية للعملية السياسية في العراق الحريق الذي أتى على عدد كبير من صناديق الاقتراع وأجهزة العد الألكتروني قال عنه مسؤول في وزارة الداخلية بأنه فعل فاعل مشيرا إلى أن حراس المخازن مختفون ويجري البحث عنهم حاليا كما أن الأدلة على الأبواب الخارجية للمخازن تشير إلى عملية اقتحام واضحة للمكان لإفتعال الحريق ومن مجمل الاتهامات المتبادلة ما وجه للمفوضية نفسها بأن أعضاء فيها تسببوا بالحريق لإخفاء آثار التزوير بحسب عضو لجنة تقص الحقائق النيابية عدل النوري ليطابق ما أشار إليه القيادي في تحالف الوطنية كاظم الشمري من أن الصناديق لم تحترق إلا بعد إقرار العد والفرز اليدوي ما يؤكد حقيقة التزوير الكبير للانتخابات لكن حقيقة أخرى توشك أن تتكشف فقد أكدت مصادر مطلعة أن هناك تفاوتا كبيرا بين نسب المشاركة التي أعلنتها المفوضية والأقراق الموجودة فعلا في الصناديق وهذا قد يكون مكملا لنسف كل حديث عن نزاهة الانتخابات ويجعل خيار إلغائها وإجراء أخرى أقربا للواقع حريق مخازن المفوضية يراه كثيرون جزءا من سلسلة مستمرة لترجمة الصراع السياسي على الأرض فاليوم حريق وبالأمس تفجير ولا يعلم غدا كيف ستتطور أدوات الصراع